وبعد المصدقة على قانون الإرهاب بدأ الجدل حول منظومة العدالة الانتقالية وتعالت الأصوات السياسية لإعادة النظر في هذه المنظومة وداد حمدي تفصل قانون المصالح الذي خلق جدلا بين رئاسة التونسية وهيئة الحقيقة والكرامة حول أحقيتي كل منهما بملفات المصالحة معتبرا أن هيئة الحقيقة والكرامة مسيسة وتخدم مصالح فئة معينة اليوم منظومة العدالة الانتقالية ليست بين أيدي أمينة صراحة الهيئة متسيسة أكثر من اللزوم الهيئة ما عندهش نفس المسافة مع الجميع أكثر من اللزوم الهيئة تخدم في مشروع ضد مشروع آخر وهذا من أخطر الأشياء لكانت النجم تصريحات سامير بطيب تجوزت حدود النقد لقانون مكافحة الإرهاب إذ دعا إلى صحب القانون وإعادة النظر في مواده لاحتوائه عددا من الإشكاليات ووصلت حدود منظومة العدالة الانتقالية التي اعتبر أنها ليست بين أيدي أمينة توجه نعتبر ما هو سليم وما هو صحيح ويترح برشة تساؤلات وبالتالي نحن في غينان نعتبر على القانون هذا ويجب سحبه وإعادة النظر قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتبر التصويت عليه أمر إيجابي يبدو أنه لن يستمر طويلا بعد تعالي أصوات الأحزاب السياسية لإعادة النظر في هذا القانون وتنقيح بعد فصوله وليصل الجدل حدود منظومة العدالة الانتقالية اشتركوا في القناة